موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا فيما كتبه الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام في بعض مسائل التوحيد وصلنا إلى هذه الفقرات حيث يقول الإمام عليه الصلاة والسلام ومن قال كيف فقد استوصفه ومن قال فيما فقد ضمنه ومن قال على ما فقد جهله ومن قال أين فقد أخلى منه ومن قال ما هو فقد نعته ومن قال إلى من ومن قال إلى ما فقد غاياه إلى آخر ما كتبه الإمام عليه الصلاة والسلام نحن الآن نبدأ بشرح فقرة فقرة من هذا الحديث الشريف وإن كان فيما مضى بينا معاني هذه الفقرات بتفصيل في أحاديث أخرى ومن قال كيف فقد استوصفه ليس للرب سبحانه وتعالى كيف لأن الكيف إذا كان بمعنى الكيفيات النفسانية التي توجد هذه الكيفيات النفسانية في المخلوقين نحن لنا حالات نفسية من الرضا والغضب وما إلى ذلك من الكيفيات النفسانية هذه الكيفيات تلازم الإنسان والله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الكيفيات لأنه ليس كمثله شيء فليس له كيفية تشابه كيفية المخلوقات وإذا وصفنا الله سبحانه وتعالى بأوصاف في اللافظ تشبح الكيفيات النفسانية فلا يراد من تلك الألفاظ بيان ثبوت الكيفيات النفسية للرب تعالى يعني حينما الآيات تقول غضب الله عليهم أو الآية تقول رضي الله عنهم رضا الرب وغضبه ليس بمعنى كيفية نفسانية كرضانا وكغضبنا أما الدليل العقلي فهو باعتبار أن هذه الكيفيات تسبب تغيرا في الذات ويخلف بعضها البعض الآخر فذواتنا تتغير بسبب هذه الكيفيات النفسانية والرب سبحانه وتعالى لا تغير فيه لأنه يستحيل على القديم التغير هذا الدليل العقلي الذي مر تفصيله وأما الدليل النقلي ليس كمثله شيء القرآن الكريم يدل على أن غضب الله ليس كغضبنا وإنما غضب الله سبحانه وتعالى بمعنى العذاب بمعنى العقاب رضا الله سبحانه وتعالى ليس كرضانا لأن رضانا كيفية نفسانية والرب سبحانه وتعالى لا يشبهنا ونحن لا نشبهه لأنه ليس كمثله شيء فرضاه بمعنى آخر وهو بمعنى الثواب يعني الله سبحانه وتعالى يثيبهم وهذا لا يستلزم تغيرا في ذاته سبحانه وتعالى لأن الثواب مخلوق لله العقاب مخلوق لله فلا تغير في ذاته سبحانه وتعالى فالكيفية النفسانية مستحيلة في الله سبحانه وتعالى هذا المعنى الأول للكيف المعنى الثاني للكيف ما يقابل الكم عدنا كم وعدنا كيف احنا بعض الأحيان نذكر حتى في كلماتنا المتعارفة نقول كمية الطعام ونقول كيفية الطعام أو كيفية هذا الجهاز نقصد به مثلا مقدار الجودة أو نقصان الجودة هذه الكيفية أيضا صفة الأجسام الأجسام لها كيفيات قد تكون كيفية من نوعية جيدة وقد تكون كيفية من نوعية رديئة والله سبحانه وتعالى ليس بالجسم فلا كيف له بهذا المعنى فإذا فد واحد يجي ويسأل كيف الله هذا السؤال معناه أنه يتصور أن الرب سبحانه وتعالى كالمخلوقين كما أن المخلوقات لها كيفيات يريد عبر هذا السؤال أن يصل إلى كيفية يزعمها لله سبحانه وتعالى فلذا الإمام يقول ومن قال كيف فقد استوصفه يعني طلب توصيف الرب بصفات المخلوقين لأن معنى هذا السؤال أنه يريد أن يتصور الرب والله سبحانه وتعالى غير قابل لأن يتصور لماذا؟ لأنه التصور معناه أن يكون هناك في ذهنك صورة هذه الصورة مخلوقة لذهنك فيستحيل أن تكون هذه الصورة متطابقة مع الله سبحانه وتعالى لأن المخلوق لا يتطابق مع الخالق فلذا كلما الإنسان جاء في ذهنه من صور ومن كيفيات هذه الصور والكيفيات ليست هي الرب سبحانه وتعالى وإنما توخمات مخلوقة لذهن الإنسان والله سبحانه وتعالى لا يشبه أي مخلوق من المخلوقات الفقر الأخرى الإمام يقول ومن قال فيما فقد ضمنه إذا واحد يسأل عن الظرف الذي يحتوي الرب معنى ذلك أنه جعله مظروفا للظرف عندما تقول في أي مكان أو في أي موقع أو في أي حيز معنى ذلك أن الحيز المكان الموقع احتواه وهذا محال لأنه يستلزم احتواء المخلوق على الخالق وهذا محال لأن الخالق هو الذي أحاط بعلمه وقدرته بكل شيء وكان الله بكل شيء محيطة فلا يعقل أن يكون هناك شيء الذي هو مخلوق يحيط بالخالق فلذا الذين يتصورون بأن الرب سبحانه وتعالى ينزل في ليالي الجمع إلى السماء الأولى نزول حقيقي إذا نزل إلى السماء الأولى نزول حقيقي معنى ذلك أن السماء الأولى احتوته فالمخلوق اللي هي السماء الأولى احتوت الخالق فصار في ضمنها وهذا محال قطع النظر عن الأدلة الأخرى التي ذكرناها فيما مضى من استلزامه الحركة من استلزامه الحاد وما إلى ذلك يستلزم إحاطة المخلوق بالخالق ومن قال فيما فقد ضمنه ومن قال علامة فقد حمله أو فقد جهله كما في بعض النسخ الأخرى يجي يسأل أن الله سبحانه وتعالى هو على السماوات السابع أو هو جالس جلوس حقيقي على العرش هذا جهل بالله وجهل بآيات الله وجهل بالقرآن الكريم وتمسك بآيات متشابهة وترك الآية المحكمة التي تقول ليس كمثله شيء إذا الله سبحانه وتعالى جالس جلوسا حقيقيا على العرش هذا يستلزم الحد يستلزم احتواء المخلوق على الخالق يستلزم رفع المخلوق للخالق لأن العرش مخلوق هذا الجهل بالله سبحانه وتعالى وأيضا حسب النسخة الأخرى فقد حمله يعني جعله محمولا المخلوق يحمل الخالق في حديث مفصل كما مر فيما مضى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يتناظر مع أحد المجسمة أو الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يتناظر مع أحد المجسمة وذلك المجسمة يقول أن الرب جالس جلوس حقيقي على العرش والملائكة الثمانية حاملين هذا العرش كما في الآية الشريفة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فمعنى ذلك أن الملائكة الذين هم مخلوقون والعرش الذي هو مخلوق تكون هذه المخلوقات حاملة للرب سبحانه وتعالى هذا يستلزم الحد يستلزم التجس تجسيم يستلزم الوازن لأنهم يزعمون أنه حينما يغضب يثقل والملائكة يشعرون بثقله والعياذ بالله من كلماتهم وهذا بسبب الإبتعاد عن التمسك بالثقلين فلذا تمسكوا بآيات متشابهة وأدى بهم إلى التجسيم الذي واقع التجسيم هو عدم معرفة الله سبحانه وتعالى وواقعه الشرك ومن قال علامة فقد جهله أو فقد حمله ومن قال أين فقد أخلى منه هذه فقرة أخرى من فقرات هذا الحديث ومن قال أين فقد أخلى منه لأن أين سؤال عن المكان العقيدة الصحيحة أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق المكان ويستحيل أن يحتوي المخلوق الذي هو المكان على الخالق فالله سبحانه وتعالى يتعالى عن أن يكون في مكان معين وإنما الله سبحانه وتعالى موجود وجودا لا حد له وهو يحيط بالمكان وبالزمان وبكل مخلوق يحيط علما وقدرة فإذا واحد سأل أين الله معنى ذلك أنه هكذا يتوهم أنه هو في مكان دون مكان في مكان دون مكان لأنه إذا تسأل أين معنى ذلك أنه تسأل عن مكانه فمعنى ذلك أنه ترى أنه ليس في هذا المكان فتسأل أينه فإحنا الآن بيناتنا مثلا نحن جالسون زيد ليس موجود في هذا المكان نسأل أين زيد يقال أنه مثلا في غرفة أخرى فحينما واحد يجي يسأل يقول أين الله معنى ذلك أنه يعتبره غير موجود في هذا المكان فيسأل عن مكانه فقد أخلى منه يعني يعتبر أن هناك أمكنة لا يوجد فيها الله سبحانه وتعالى وإنما هو يوجد في بعض الأمكنة الأخرى فهذه طريقة السؤال طريقة خاطئة وتكشف عن قصور في المعرفة أو خطأ في المعرفة أو خطيئة في المعرفة وإنما الصحيح أن الله سبحانه وتعالى هو خالق المكان وهو يحيط بكل الأمكنة لا بمعنى امتزاجه في الأمكنة لا إحاطة علم وقدرة بهذه الأمكنة ومن قال ما هو فقد نعته يعني إذا واحد أراد أن يدرك حقيقة الرب مع العلم بأن حقيقة الرب سبحانه وتعالى لا يمكن لمخلوق أن يصل إليها كنه ذات الله سبحانه وتعالى مجهول لنا ويستحيل أن نعرف كنه ذات الرب لأنه غير محدود ونحن محدودون إحنا كنه الموجودات التي ندركها ونشعر بها حقيقتها غير معلومة لدينا لا نعلم حقيقتها مثلا الوجود الوجود شنو حقيقته الوجود مفهومه من أعرف الأشياء ولكن حقيقة الوجود وكنهه في غاية الخفاء حقائق الأشياء مجهولة لدينا المخلوقات الذي نشعر بها وندركها والعلم الحديث قد يتطور إلى أن يكتشف جانب من جوانب حقائق بعض الأشياء فسأل إنسان ما هي حقيقتنا جهلنا بذاتنا أكثر من علمنا بها بذاتنا فكيف بالأشياء الأخرى الآن العلم الحديث من الطيب وعلم النفس وعلوم أخرى تطورت كثيرا لكنها لا زالت لم تكتشف إلا أقل القليل من حقائق الجسم وحقائق النفس ولذلك العلم باستمرار في تطور لماذا؟ لأن المجهولات أكثر من المعلومات إذا أنت لا يمكن أن تعلم حقيقة ذاتك حقيقة ذات الموجودات الأخرى وهي موجودات محسوسة ملموسة فكيف تريد أن تعرف كن ذات الله الذي هو ليس بجسم ولا تدركه بحواسك الخمس حتى قواك العقلية لا يمكن أن تدرك حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى فإذا واحد إجاء سأل ما هو معنى ذلك أنه يتصور أنه يتصف بصفات المخلوقين ونحن نعرف بعض صفات المخلوقين نريد نطبق تلك الصفات على الرب فهذا دليل على الجهل بذات الله سبحانه وتعالى ومن قال ما هو فقد نعته ومن قال إلى ما فقد غياه يعني نحن الآن حينما نبحث عن كل وجود نقول الإنسان مثلا يعيش أقصى حد ليف ومائة سنة يعني الآن في العالم واحد عمره مية وعشر سنوات لا يوجد إذا يوجد واحد أو اثنين مثلا بالنتيجة الإنسان في وجوده على الأرض غاية ينتهي عندها الحيوانات كذلك لها غاية الأشجار لها غاية بعض الأشجار الآن في بعض المناطق يقولون أن مثلا عمر هذه الشجرة ألفين عام بالنتيجة هذه الشجرة ألفين عام ثلاثة آلاف أربعة آلاف تنتهي هذه المنظومة الشمسية عمرها مثلا أربع مليارات سنة بعد أربع مليارات سنة يقولون تنتهي وهكذا وهل مجرة الأشياء المخلوقات لها غاية تنتهي عندها وكما قال الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه الله سبحانه وتعالى لا أمد له لا غاية له بحيث أنه نقول ينتهي وجوده عز وجل عند الوصول إلى تلك الغاية فلذا السؤال عن إلا ما هذا السؤال خاطئ من أساسه لأن هذا السؤال يسأل عن شيء له غاية له نهاية والله سبحانه وتعالى لا غاية له ولا نهاية له ومن قال إلا ما فقد غاياه يعني جعل له غاية إلا ما يعني استمرار وجود إلا متى هذا المقطع من الكتابة التي كتبها الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام تنتهي ثم الإمام يبدأ بمقطع آخر عالم إذ لا معلوم وخالق إذ لا مخلوق ورب إذ لا مربوب الله سبحانه وتعالى له صفات ذات وله صفات فعل صفات الذات هي عين ذات الله سبحانه وتعالى لا إثنينية بينها وبين الذات وعمدة هذه الصفات العلم والقدرة والحياة والاختيار كل الصفات الأخرى للذات ترجع إلى هذه الأربعة وهذه الأربعة رجوعها إلى الذات يعني لا إثنينية بينها وبين الذات الله سبحانه وتعالى ذاته علم ذاته قدرة ذاته حياة ذاته اختيار هذه صفات ذاتية هذا النوع الأول من الصفات النوع الثاني من الصفات صفات الفعل يعني هذه ترتبط بفعل الله سبحانه وتعالى لا بذاته والفرق بين صفات الفعل وصفات الذات فروق متعددة من جملة الفروق أنه لا يصح سلب صفة الذات عن الله لا يصح أن نقول إن الله لم يكن يعلم ثم علم لأن العلم عين ذاته لم يكن يعلم يعني لم يكن موجودا وهذا محال لأن العلم عين ذاته فإذا لم يكن العلم يعني الذات لم تكن موجودة لا يصح أن نقول لم يكن يقدر ثم قدر لم يكن حيا ثم حي لا يصح هذا الكلام أما بالنسبة إلى صفات الفعل لأنها لا ترتبط بذات الله وإنما ترتبط بخلق الله سبحانه وتعالى يصح أن نقول إن الله لم يكن قد خلق آدم ثم خلقه لكن لا يصح أن نقول إن الله لم يكن يعلم بآدم ثم علم به كلا علم الله بآدم هذا من الأزل وحينما خلق آدم وبعد أن أسكن آدم في الجنة ثم أهبطه إلى الأرض ثم توفاه علم الله لم يتغير وإنما الذي تغير آدم لا علم الله سبحانه وتعالى من الأزل الله سبحانه وتعالى يعلم بكل هذه التفاصيل فلا يصح أن نقول لم يكن يعلم بآدم ثم علم به وإذا واحد قال هذا الكلام هذا الكلام كفر أصلا لكن هل يصح أن نقول لم يكن قد خلق آدم ثم خلقه نعم صحيح لأنه في الأزل كان الله ولم يكن معه شيء لم يكن الله سبحانه وتعالى خلق آدما ثم بعد ذلك خلق آدم ثم بعد ذلك أمات آدم ثم يحييه ثم يدخله الجنة الرزق من صفات الفعل لأنها ترتبط بفعل الله لا بذات الله لذا يصح أن نقول أن الله سبحانه وتعالى في الأزل لم يكن خلق أحدا ولم يكن رزق أحدا ثم خلق الخلق ورزقهم ثم يقطع عن البعض رزقه مثلا يمكن هذا الكلام طبعا هناك فروق كثيرة بين صفات الذات وصفات الفعل لكن المحصل النهائية أن صفة الذات هي ترتبط بذات الله عين ذات الله لذا لا تغير فيها ولا انفكاك وهي أزلية أبدية أما صفات الفعل ترتبط بفعل الله الله سبحانه وتعالى باختياره لم يصنع فنقول لم يكن قد خلق ثم باختياره صنع نقول ثم خلق لم يكن قد رزق ثم رزق وهكذا في صفات الفعل عندما نريد أن نصف الرب هذه الصفات بالنسبة إلى صفات الذات نقول أن الله سبحانه وتعالى كان عالما من الأزل ولم يكن مخلوق عالم إذ لا معلوم الله سبحانه وتعالى من الأزل قادر إذ لا مخلوق الله سبحانه وتعالى من الأزل حي الله سبحانه وتعالى من الأزل مختار لكن في صفات الفعل هل الله سبحانه وتعالى من الأزل كان قد خلق نقول كلا يقدر أن يخلق ويستحق أن يطلق عليه صفة الخالق لكن بالفعل لم يكن في الأزل خلق فلم يكن قد خلق ثم خلق تعبير الكلامي الفني أن صفات الفعل تنتزع من فعل الله سبحانه وتعالى والانتزاع يحتاج إلى منشأ الانتزاع الله في الأزل يستحق أن يقال له رب يستحق أن يقال له خالق يستحق أن يقال له رازق لكن بالفعل لم يكن خلق لم يكن رزق لم يكن مربوب أما في الأزل الله عالم مو أنه فقط يستحق أن يقال له عالم بل بالفعل كان عالما بالفعل كان قادرا بالفعل كان حيا بالفعل كان مختارا الله سبحانه وتعالى مريد أو ليس بمريد في الأزل لم يكن قد أراد أن يخلق المخلوقات لأنه لو كان يريد كانت تخلق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لكن في الأزل لم يكن مريدا ثم أراد فلذلك خلق لذا الإرادة صارت من صفات الفعل أما الإختيار من صفات الذات لأنه هو في الأزل مختار فإذا إذا هذا التضح هذه الفقرة من كلام الإمام عليه الصلاة والسلام من ما كتبه يتضح عالم إذ لا معلوم بعض الفلاسفة يتصورون أن علم الله حضوري بمعنى حضور الأشياء لدى العالم هذا يستلزم قدم الأشياء لأن الله سبحانه وتعالى في الأزل كان عالما إذا العلم حضوري معنى أن كل الأشياء في الأزل لازم تكون موجودة وهذا يستلزم تعدد القدماء وهذا محال علم الله ليس حصوليا بمعنى أنه صورة الأشياء تحصل عنده فيعلم بها لأنه إحنا علمنا إما حصولي إما حضوري صورة الأشياء تنتقش في أذهاننا فنعلم بها هذا العلم الحصولي عبر الصورة أما علمنا بذاتنا هذه ليست بصورة وإنما بحضور الذات لدينا أو حضورنا لدى الذات فهذا يصبح علم حضوري علم الله ليس حصوليا لأنه يحتاج إلى صورة العلم الحصولي والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الصور وليس حضوريا لأن العلم الحضوري يستلزم حضور الأشياء والله سبحانه وتعالى في الأزل كان عالما حضور الأشياء في الأزل معناه أن تكون المخلوقات موجودة من الأزل وهذا يستلزم تعدد القدماء لكن الإمام ماذا يقول عالم إذ لا معلوم فعلمه ليس حصوليا ولا حضوري حقيقة العلم مجهولة لدينا لماذا؟ لأن علمه ذاته علم الله والذات لأن صفة ذاتية وذات الله سبحانه وتعالى مجهولة لدينا لتعاليها لأننا محدودون والذات غير محدودة فلذلك لا يمكن لنا أن ندرك كنح علم الله سبحانه وتعالى نعم المقدار الذي ندركه أن الله ليس بجاهل علم الله حقيقة هي ذات الله لكن نحن المقدار الذي ندرك من علم الله أنه ليس بجاهل أما حقيقة ذلك العلم لا نعلمه عالم إذ لا معلوم بعض العلماء يشبهون يعني يمثلون في التمثيل لتقريب المطلب إلى الذهن نفرض في هذه الغرفة مصباح هذا المصباح يشع نورا إذا شيء أدخلته في هذه الغرفة يرى بالعين وإذا أخرجته من هذه الغرفة لا يرى بالعين زين هنا هل تغير المصباح؟ المصباح ما تغير يشع نورا الذي تغير ذلك الشيء لم يكن في الغرفة جاء به إلى الغرفة أخرج من الغرفة فتغير لم يكن في النور التغير صار فيه الذي شع عليه النور الأشياء لم تكن موجودة الله يعلم بها ثم أوجدها الله يعلم بها ثم يفنيها الله يعلم بها هنا الذي تغير الشيء تغير لم يكن موجودا ثم وجد ثم أفني أما العلم لم يتغير علم الله سبحانه وتعالى لأن علم الله ذاته ذاته والذات لا تتغير عالم إذ لا معلوم وخالق إذ لا مخلوق هنا خالق إذ لا مخلوق يعني يستحق أن يقال له خالق أو له القدرة على الخلق إذ لا مخلوق ورب إذ لا مربوب الله سبحانه وتعالى قادر على التربية من الأجل له القدرة على ذلك وله العلم بذلك لكن لم يكن هناك مربوب فلما خلق الأشياء رباها نماها رب الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فعالم إذ لا معلوم يرتبط بصفات الذات وخالق إذ لا مخلوق ورب إذ لا مربوب يرتبط بصفات الفعل وفي نهاية كتابة الإمام عليه الصلاة والسلام يقول وكذلك يوصف ربنا هذه الأمور التي ذكرناها في هذا الكتاب هكذا ينبغي لك أن تصف الرب لأن هذا استقيت من معين صافي استقيت من الإمام الذي استقاه من الرسول صلى الله عليه وآله والرسول علمه الرب سبحانه وتعالى بهذه المعارف وفوق ما يصفه المعصفون لأن الذين يصفون الله بالولاد يصفون الرب بالزوجة بالشريك يصفونه بأوصاف لا تليق به من المجسمة الذين ينتحلون الإسلام وغيرهم هؤلاء الله سبحانه وتعالى يتعالى عن أوصافهم وفوق ما يتوهموه كذلك يوصف ربنا وفوق ما يصفه الواصفون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا معارف دينه ومعالم دينه هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر